أعرب أهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته بالأمس عن سعادتهم بالمشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات تشهد القرية تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة وقال الأهالي إن الافتتاحات توفر كافة الخدمات التي تحتاجها القرية وهو ما يخفف العبء عليهم ويحسن مستوى معيشتهم وصولا إلى الحياة الكريمة قرية الحصص ترحب بكم لكن هذا الترحيب قد يكون مختلفا هذه المرة بعد أن حظيت القرية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بهذه القرية التابعة لمركز شيربي بمحافظة الدقالية زيارة لاقت ترحيبا واسعا من أهالي القرية التي تأتي بالتزامن مع المشروعات الخدمية التي غيرت شكل القرية وجعلت الحلم حقيقة أنا دعيت له هو رد علي وقال له الله يكريمك أنا بقول له ربنا يبارك فيك يا ريس أنت شرفتنا وربنا يقبر خطرك زي ما قبرت بخطرنا وقتلنا فقال لي شكرا فإحنا ما عندناش غيره ما لناش ريس غير هو فعمل لنا الطرق الغاز كهرابة مجاري ما كانش عندنا مجاري هنا ولا في القرى اللي حوالينا ما كانش فيه مجاري كل ده عمل لنا في سنتين ده أمه من سنتين ثلاثة بس والله شيء جميل وحسب الفرحة أن رئيس دولة بسم الله ما شاء الله راجل محترم وكويس جاء عمل حاجة كويسة في قلب القرية وشيء جميل وطرق ووحدة صحية ومدارس وكل حاجة جميل يعني ما شاء الله طبعا فرق جدا يعني حياة نشكر سيادة الرئيس على الخدمات اللي هو عوصة بها وحياة كريمة برضو هنا في المنطقة في البلد من خدمات غاز وطرق وصرف صحي مدارس وحدة صحية ومجمع خدمات المواطنين يعني تعمل عندنا هنا إنجازات في البلد بصراحة يعني تأتي ضمن 26 قرية تابعة لمركز شربين تمتع مواطنوها بمشروعات مبادرة حياة كريمة التي انتهت من تنفيذ مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة بالإضافة لمدرستين تعليميتين ومركز تأهيلي ومشروعات الصرف الصحي لتنقل هذه المشروعات القرية نقلة نوعية في تقديم الخدمات والتيسير على أهالي القرية قرية الحصص هنا طبعاً تنفس فيها مجمع خدمات على أهالي مستوى مجمع زراعي مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب صرف صحي رصف كهرباء انترنت غاز طبيعي البنية التحتية بالكامل تم تغييرها وقدرنا نوصل لآخر بيت هنا في القرية ووصلنا له مياه وصرف طبعاً المشروعات اللي تمت من خلال مبادرة حياة كريمة مشروعات في جميع المجالات المجالات الاقتصادية المجالات الاجتماعية المجالات الصحية المجالات الرياضية حتى المجالات الخدمية في جميع المجالات تمت المبادرة فيها وغيرت وجه الأرض في مشكرية الحصص لوحدها لا في 26 قرية التابعة لمركز ومدينة شيربي أولاً الشعور لا يوصف زيارة الرئيس يعني زيارة تاريخية بالنسبة لقارة الحصص وأنا طلبت ان سيارة الرئيس مبارح طلب واحد بس في المكتبة طلبت ان يخصص يوم واحد ديسمبر من كل عام يكون عاد قومي لقارة الحصص رب لا يخللنا سيارة الرئيس وعمل لنا حاجات عمرنا ما كنا نحلم بها ولا بعد من سنة ومشاء الله عمل لنا المجمع ما كناش نحلم بيه وزيارته ضيت شرفتنا وكنا بنستنى من سنة من اثنين من تلاتة جميع المبادرات قدمت افضل خدمات في الوحدات الصحية حضرتك احنا بنقدم في الايادات الاسنان والجراحة والبطنة والاشعة طبعاً احنا بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي قدمت لنا حاجات احنا ما كناش نتخيل ان هي تكون موجودة في قرية زي قرية الحصص حلم كان بعيداً واصبح اليوم قريباً في واقع يلمسه اهالي قرية الحصص بالخدمات المقدمة من هذه المشروعات فضلاً عن زيارة الرئيس السيسي التي كانت رسالة طمأنينة وتأكيد على ان الدولة لن تتوانى لحظة عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين